تصفيد ببلدية أولاد خالد أين يقع البيت العائلي للدكتور ميلود فقيه أول جزائري تمنح له اللجنة وتمنح له اللجنة العلمية البريطانية شهدت خبير أكاديمي من عشرين تخصص المزيد مع محمد أمراني كأول إنجاز تحصلت عليه هو أحسن مشروع أكاديمي في الجامعة سنة 2017 بسكوتلندا ثم ذهبت إلى نطاق آخر عالمي حيث شاركت في الملتقى الدولي العالمي كذلك في الأبحاث النفسية والبيداغوجية التعليمية وفزت به في المرتبة الأولى هذه 2018 وعندي طموح آخر هو أن ننشئ مركز بحث أكاديمي متخصص الذي للأسف لا يوجد في كل المغرب العربي أريد الانطلاقة تكون من الجزائر هذا المركز البحث يسلط الضوء على عوائق التعليم من بينها التوحد ديسكالكوليا ديسكرافيا يعني حيبر اكتيفيتي أو ايبر اتنش الحمد لله والله يراد عليه قدم السر والأرض مشرفني في دينه مرة ما يترك الوقت انتعال حيث ينشهد بها أمام الله سنوات عديدة غابحة في المهجرة في لندن حياتي السر والأثنين والخميس هذا الشرف لي وليكم اقول لكل مجتهد النصيب هذا الشخص تعب كثيرا والحمد لله يجني الآن ثمار ذلك التعب وانا تمنى له كل التوفيق والنجاة الهونام تابعين للكرام نصر وياكم نختمي